أهلاً أحباً مشاهدينا في كل مكان وصلني سؤال غريب من نوعه وعادةً هذا السؤال بيصل بشكل هجومي والسؤال هو لماذا تنصرون المسلمين عشان أكون صريح أنا اتفاجأت من هذا السؤال ولسيما اتفرج على كل صفحات الفيسبوك على معظم القنوات الفضائية بدون توقف عم بيتكلموا طبعاً عن الإسلام ويهاجموا المسيحين طبعاً مش الكل كتير منهم اللي بيهاجموا المسيحية ودائماً بسمع كلمة الكافر أو استلاحات من هذا النوع وطبعاً هذا السؤال غريب ولسيما المؤمنين بشكل عام الحقيقيين بالمسيح يسوع وأقصد هون مش طايفة المؤمنين اللي هي من معظم الخلفيات من معظم الطواقف المسيحية ومن معظم الخلفيات الغير مسيحية أيضاً اللي أجو للمسيح فالسؤال لماذا تنصرون المسلمين خلينا أقرأ آية شبيهة في سفر أعمال الرسل إصحاح 26 فقال أغرباس لبولوس بقليل تقنعني أن أصير مسيحياً فقال بولوس كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير ليس أنت فقط بل أيضاً جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا ما خلى هذه القيود كان بولوس في المحاكمة أمام الملك أغرباس وعم بشارك اختباره لأنه هو اللي طلب وبعدين بيتكلم أنه كيف تقابل مع الرب يسوع اللي هو أصلاً شاول الترصوص اللي هو بولوس كان إرهابي وكان بيقتل المسيحيين وآمن بالمسيح وتحول إلى أعظم مبشر في المسيحية فبيقول بنفس الإصحاح يعني إذا قرأت بقول يعني أخبرت الذين في دماشق وفي كل مكان أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله وعملين أعمالاً طليق بالتوبة وبعدين بيقول بنفس الإصحاح شاهداً للصغير والكبير أيضاً بالحقيقة صديق أنا عاوز أقول لك بكل صراحة وهذا حقيقة نحن لا ننصر أي إنسان ما مننصرش أحد مع أنه هذا الإصطلاح بصراحة إصطلاح شديد إصطلاح منفر ومهين إلى المسيحيين فنحن لا ندعو إلى التنصير ولا ندعو حتى إلى دين بل ندعو إلى شخص الرب يسوع إلى حياة إلى علاقة وصلة مع الرب يسوع المسيح شيء آخر كل شخص له الحق أنه يدعو بما يؤمن هذا حقق وهذا واجب عليك بس بالشرط باحترام وعدم الإهانة وخلي بالك كل شخص عنده حرية الإختيار مع أن هذه كلمة كبيرة حرية الإختيار طبعاً مش موجودة بهذا الموضوع في الشرق الأوسط وفي دول عديدة من العالم فيفرض عليك الدين فرد ثم شيء ثالث بموضوع بناشي نقول التنصير أنه شخص يؤمن بيسوع ما إلوش دخل فيه ولا في أي إنسان هو عمل الله عمل الروح القدس فالروح القدس هو اللي ببكت الإنسان على خطية والروح القدس هو اللي بيفتح الزهن وهو اللي بيستنير وهو اللي بيفتح العين وبيفتح القلب حتى يشوف الحقيقة ويعلن الحق إلى هذا الشخص فالرب إلهنا إلى حي مش نبي ماته موجود في القبر هو حي فهو يعلن عن ذاته من أجل هذا ملايين من الناس اللي آمنت بيسوع بسبب إعلان إعلان من الرب يسوع ذاته آمنت بالمسيح وصدقني لما أقول ملايين أنا مش ببالغ أنا بتكلم عن ملايين غير مسحيين وأكون صريح من المسلمين أيضا والأغلبية اللي أنا بتكلم عنها طبعا الأغلبية إيمانها بالسر يعني مش الكل بيتكلم علني ليه لأنه عنده خوف من العيلة عنده خوف من الحكومة عنده خوف وخوف بيخسر كل الأشياء فإحنا ما إلنا دخل كتير كتير من الناس عم تيجي للمسيح إحنا أدوات أدوات اللي بنتكلم لازم نتكلم بالحق أقولها بسيغة تاني أنا بكون أكبر مجرم في الوجود إذا بعرف أنه أنا عند النور وبعرف أنه أنا عند الحق وبخب النور والحق يمكن بسبب الخوف خايف من الاضطهاد أو الموت أو التهديد وهي حال الكتيرين للأسف من المسيحيين اللي هني أنا بعتبرهم كاوردز يعني خوفين وبسيروا وبساموا على إيمانهم فإحنا بس مجرد أدوات بنتكلم عن محبة المسيح بنتكلم عن خلاص يسوع المسيح وإحنا لاحظ لا نرغم أحد ولا نخطف أحد ولا نرشي أحد يعني لا تهديد ولا وعيد في هذا الموضوع بالحقيقة أنه خلال كل مئات السنين اللي مضت كنا نسمع ونسمع ونسمع بس ما فيش الرد لأنه ما فيش الوسائل وطبعا الخوف ما في أمشي بالشارع مثلا في أي بلد عربي وأتكلم عن يسوع المسيح بصراحة أقتل في نفس اليوم بس اليوم في عالم الميديا والأكتر اللي هو السوشال ميديا التواصل الاجتماعي فالناس عم تقرأ عم تطلع على الأمور الدينية انتهى عصر الإرغام وانت في سرك عم تقرأ الكتاب المقدس عم تقرأ تفسير عم بتقارن عم بتشوف يعني الدين دا والدين والدين إلى أخير فأنت عم تصل إلى قرار عم بتصلي فالله بيعلن الروح القدس بيعلن عن ذاته إلك وأغلب الناس على فكرة اكتشفت الحق لوحدها بكل بساطة لأنه ابتدأت تقارن بين شخصية المسيح وبين أي نبي آخر شيء آخر ظاهرة حرست في العشرين سنة الأخيرة أنه العديد من أحبائنا المسلمين الله بيتكلم لهم من خلال حلم أو رؤية طبعا الحلم أو الرؤية لا تخلص اللي بيخلص هو عمل المسيح الكفار الكامل على الصليب وقيامته من بين الأموات ونخلص كما يقول الكتاب بكلمة الحق من الكتاب المقدس فالكلمة هي التي تخلص لكن برضو من خلال إعلان من خلال شفاء من خلال تحرير كتير من أحبائنا بيجوا نصلي لأنه في ناس في مناطق اللي بتشغلها الأعمال السحرية وملبسين بشياطين إلى آخره فبيجوا لأنه بيعرفوا فيه سلطان في اسم الرب يسوع المسيح فما نصلي من أجل الشفاء لكن بالحقيقة إنه كتير ناس ابتدأت تقرأ ويعني أنا حكيت يمكن من قبل إنه واحد كان بدرس شريعة إسلامية كان يقرأ ترك الإسلام واتجأ للإلحاد وبعد ما إلحاد اكتشف يسوع المسيح فإذن هو مش أجل يسوع هو في شيء يعني اكتشفه وما بعرف ولا ولا أريد أن أحكم شو اكتشف يعني البرامج كلها موجودة أمامك فيك تسمع لكل أنواع المتكلمين وتحكم أنت في هذا الموضوع والسؤال بمن نكرز وهل توجد شخصية في هذا الوجود تتفوق على المسيح ودائما بتسمع مني هاي العبارة عيب إنه نقارن يسوع المسيح في أي نبي آخر ثم أحبائي وإذا أنت بتنادي في دينك أو في دين آخر أو شيء جديد فالسؤال ما هو الجديد اللي عندك اللي بيخليني أنا أتغير شو القوة اللي راح تغيرني أنا لما كتير برضو كتير من أحباء المسلمين بدعوني للإسلام ويمكن ها راح أخصص لها حلقة لكن بدعوني للإسلام دائماً سؤالي طب هو إيه الإشي الجديد اللي أجى مثلاً عشان أنا أقتنع بأنه لما بتنظر لشخصية يسوع المسيح فريد متميز أصلاً الناس بدها يسوع بدهاش يعني شخصية أخرى ولادة يسوع حياة يسوع تعليم يسوع معجزات يسوع كلام يسوع تفوق يسوع يعني كل شيء ما يتعلق في المسيح ما فيش مقارنة يعني ما فيك تقول هذا النبي ولادته أعظم من ولادة يسوع ما فيك تقول حياته الأخلاقية أعظم من حياة يسوع ما فيك تقول جاء في تعليم جديدة تتفوق على التعليم يسوع وبالحقيقة ما فيش أي تعليم يعني اكتب لي قول لي شو التعليم اللي أنا أتبعه عشان تقول أنه هذا أنا أؤمن فعلاً في فكرة متفوقة جديدة قول لي إيش اللي ممكن يجذبني أو يجذب المسيحيين مثلاً لأي دين آخر على كل حال باختصار تفوق المسيح عجيب فريد لا شبيه له ولا مثيل له وهذا من حقنا أنه نتكلم عن الأعظم عن المتفوق عن السمو ورفعة يسوع المسيح وهل في شخصية أخرى تحت الشمس تستحق أن ننادي بها مثل المسيح بيتكلموا على أخلاقيات أفلاطون والأسقراط وبعض من بودة بس برضو بتشوف فيه خرافات كتير مع أنه تعليمهم وحياتهم تسمع على أي شخصية أخرى حتى موسى ودنيال ويوسف هذه الشخصيات العظيمة جداً لا تدنوا يعني شعرة ولا إليه النبي من شخصية أو هوية يسوع المسيح بمين دك تشبه بأي نبي وخليك صادق مع نفسك ما تحارب ولا تعاند لأنه أنت بدك تدافع عن الله وتدافع عن دينك خلي الله يدافع عنك وخلي كتابك وخلي دينك هو اللي يدافع عنك مش أنت اللي تدافع عن الله وتخيل كمان شيء آخر أنه كل الأنظمة يعني تخيل لو كل الأنظمة يعني تخيل أنه الشرق الأوسط شمال أفريقا ودول عديدة من العالم تعطي حرية الاختيار المقصود اختيار الدين يعني ما أقصد أنا أنه فصل الدين عن الدولة وأنه كل إنسان يحق له أن يختار يعبد من يشاء وأنه إذا اختار أي دين آخر ما يكونش معرض للموت أو القتل من الأقارب أو من الحكومة فتخيل معي ماذا ستكون ردة الفعل إذا الحكومات قرروا يقولوا لا إحنا خلاص دول علمانية مثل الغرب كل إنسان حر بدينه واللي على دينه الله يعينه والدين لله والوطن للجميع وكل واحد حر يختار من يختار خلي بالك أنا مش بهين أنا بالعكس أنا بحترم الحكومات وبحترم كل الناس لأنه الله بطالبنا أنه نحترم كل الحكام والرؤساء لأنه حتى الرؤساء والسلاطين هن معينين من عند الله فإحنا منصلي لهم ومنباركهم وفعلا منحترمهم بس أنا بقول على سبيل المثال اتخيأ إن هاي الأنظمة كل الحكومات تقول خلاص كفى لأي شيء في الماضي من هاي اللحظة كل إنسان حر يختار الدين وإذا اختارت الدين أنت حرنك تغير اسمك وتغير دينك على الهوية وفي السجلات الحكومة وإلى آخره وما في حد رح يهددك ولا يقتلك بالعكس اللي بهدد رح يعاقب بالسجن مثلا فتخيل إنه هذه الأمور تبتدئ في هذه الأيام شو رح يكون النتيجة ثم أحبائي لماذا يعني شخص إحنا مندعو شخص يؤمن بالمسيح وبالحقيقة إنه هذا الشخص اللي بآمن في المسيح بيخسر أي شيء ده أنا مستعد أتكلم لك عشر ساعات في هاي اللحظة ومش في دول الشرق في الغرب عن مسلمين آمنوا في المسيح خسروا بيوتهم محلاتهم الورثة اعتبروا خوانة للدين والوطن ومع إنه بحبوا وطنهم وبحبوا أهلهم أكتر من الناس المرائين اللي بتحكي بالأصوات العالية ولكن من جوة فارغة وكافرة ولا تؤمن بالله لكن تؤمن مثل ما يقول كتاب هذا الشعب يكرمني بالشفتيه أما قلبه مبتعد عني جدا طيب إحنا ما لا نوعد يعني حتى المسيح قال إن أراد أحد أن يتبعني فليمكر ذاته ويحمل صليبه ويتبعني أوكي مين اللي عاوز يتقلم من أجل المسيح ويحمل الصليب ويواجه الإطار على فكرة أنا بحكي معاك قبل الحلقة من حوالي الساعة كنا بنتكلم على شخص مش في بلد تاني في فرنسا أهله بعتوله ناس ضربوه وعيروه واستهزوا فيه يعني تدمر الشخص وهددوه بالموت إذا إذا ما بيترك المسيحي هاي بفرنسا مش في أي دولة تانية فإذا أحبائي ليه إحنا من نادم يسوع علماً إنه الشخص اللي بآمن في المسيح رح يخسر كل شيء ويتعرض للموت وكم من الناس المضطهدة في هذه الأيام اللي بتآمن في يسوع المسيح بتواجه الشتايم والسخرية وانت يا كافر وانت لك جهنم وكل هاي التحقير والكلمات صاروا كل هين قالها بدينوا الناس ثم حبائي إحنا اللي بنعمله هو خير صدقني لا في قتل ولا في غزو ولا في دم ولا في عنف وكتير مسيحية تركوا المسيحي وألحده وكتير طيب مسلمين طيب ملايين بمصر في عندك ملايين اللي تركوا الإسلام والتجأوا للإلحاد كل واحد حر أوكي لكن بقول خسارة أنه يروحوا للإلحاد لشيء غير منطقي بدل ما أنه ييجوا ليسوع المسيح اللي هو كل المنطق ثم أحباء اللي احنا بنعمله بكل بساطة احنا عم منطيع أوامر الرب يسوع المسيح لربما تستغرب من اللي رح أحكي لك إياته هل تعلم أنه أغلب العالم المسيحي بين كسين طبعا ما يسمى العالم المسيحي اللي هي الدول العلمانية إنها بتتعاطف مع الإسلام أكتر ما إنه بتتعاطف مع المؤمنين المسيحيين الحقيقيين تخيل وهاي حقيقة هاي مش يعني فالمؤمن المسيح ومضطهد في الغرب وفي الشرق وفي كل مكان في دول الشيوعية وفي دول الإلحاد وفي دول إسلامية حتى في دول الغربية حتى المؤمنين عم بيواجهوا الاضطهادات النفسية والفكرية وغير الشتايم وغير التعيير وبعض الأحيان بيموتوا من أجل إيمانهم فهل يعقل إنه كل هذه الأمور على فكرة كم من الطوايف المسيحية اللي بتهاجمنا إنه على أساس إنه إحنا منبشر بيسوع المسيح كأنه ما بتهم إينا نبشر بيسوع لأنه بيسيروا المسلم واليهود والبوز والكل الناس وكلنا سواسية أحبائي إحنا مش إحنا منحب الكل إحنا كلنا ولاد آدم بس إذا تكون ابن للرب ده تكون ابن عن طريق الرب يسوع المسيح وخلي بالك إنه إحنا لا نكره الكتاب يعلمنا أحبه حتى أعدائكم ونقول ولا نقول لأي إنسان أنت كافر مع أنه بيختلف عنه وعارفين المصير لكن نحترمه لأنه مخلوق على صورة الله وهو إنسان وأنه الله بيحبه وأنه لأجل هذا السبب جاء المسيح واختار أن يموت على الصليب حتى يفدي ويقومني الأموات حتى يعطيه الحياة الأبدية بالختام أقول هي دعوة مفتوحة نحن لا ننصر أحد أنت حر تختار ما تشاء ولكن أنا أدعوك الآن إلى يسوع المسيح ليه لأنه وعد بغفران الخطايا وعد بالخلاص من الخطية وعد بالحياء الأبدية وعد بضمان الحياء الأبدية في الحاضر لأنه ما فيه شيء مجهول خوف من القبر وخوف من الأبدية مجهول مش عارفين شو ما صير المسيح وعد فأنا أدعوك الآن كما يقول كتاب فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل قل لي يا رب افتح عناي وأنا عاوز أتوب اليوم وشارك هذا مع الآخرين حتى يكون بركة لأكبر عدد ممكن والربي بركك ترجمة نانسي قنقر